استحواذ عدد من المسؤولين نافذين في الدولة من وزراء سابقين ونواب على أراضي ملك للدولة في ثلث ولايات ساحلية شيدوا عليها فيلات فخمة وذلك في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 وقد تسلم أصحاب المشاريع قرارات بالهدم من مديرية أملاك الدولة عقب رفض تسوية وضعية أراضيهم بعد أن أدعو ملفات للتسوية في إطار قانون 0815